اه طيب بقالنا اسبوعين جدا عاديين في البيت وبش عارفين ننزل وبش عارفين نروح للجيم وبش عارفين نعمل اي حاجة وبنقعد في البيت دايما وفي ملل جدا وبدأنا نفكر في الناس اللي مشي وبدأنا جدا نقلق في الشاتات القديمة وهي ليس بيتني وهو ليعمل جدا والحاجات دي كلها ففي الفيديو النهاردة هكلمك عن ازاي تعمل موف اون او ازاي تنسى الشخص اللي في بالك يلا بينا قبل ما ابدأ بس في المقدمة بصوا ايه اللي ورايه صورتي واللي عملها هو ده الشخص اللي طلب مني الفيديو ده واكيد لو اتفرج على الفيديو ده هيعرف ان انا جدا بتكلم عليه ونبدأ في المقدمة وازايكو يا شباب عامليني يا رب كروب خير انا كلمة عيفة بقدم محتاجة ليفستاني ومتفشل اسبيكا دي ادخل جدا اخد لك لفها لعجبك يا محتاجة تعمل لك وشير يا سبسكرايب ويلا بينا نبدأ على طول قلتها مزبوطة المقدمة دي من اول مرة طيب بقالنا كتير قاعدين في البيت وبدأنا نفكر في الناس اللي ماشيت ونرجع جينا بالشتات ونشوفهم ازاي كان بيكلمنا وليه ماشي اصلا وفي ناس مننا فعلا راح اتكلمت الناس اللي ماشيت دي وترفضت وفي منهم اللي قال ماشي وحورك كتير يا جدا فاحنا جاييني النهاردة نقول لك ازاي تعمل موفقن او ازاي تنساها اولا جدا الكلام اللي هقوله ده يمشي على اي حد ولاد وبنات ازا كنت انت ولد وعايز تنسى بنتا واذا كنت انت بنت وعايز تنسى ولد الكلام ده يمشي علي كله عشان ما حادش يكتب لي في كومن تحت تب انت ما اتكلمتش عن كذا لأ الكلام ده يمشي علي كل الناس وحاجة صغيرة كمان انا في الفيديو ده بكلم عن الناس اللي موجودة وبكلمش عن الناس الميتة ربنا يرحمهم يا رب ويدخولوا الجنة انا بتكلم عن شخص موجود ولسه عايش شامحاش برضو يكتبي برضو في الكومن تحت يقول لي انا عندي شخص مية وش عارف انساء انا فيش دعوة ربنا يرحمه انا بتكلم على الاشخاص اللي موجودة الحاجات اللي اقولها دي دلوقتي دي عن تجربة شخصية ودي انا خدتها اصلا فانا بقول لك حاجة انا عشتها وجربتها بعارف مفعولها فاول حاجة ما اتباهمش يعني ايه ما اتباهمش يعني ده عمالي بلوك ده اشاري الصورة فانا هشير الصورة اصلا هو شاري الصورة علشان هو عايز نكلمه اصلا هو مش عارف حطه صورة ايه جديدة اصلا هو نزل استيديوس كده عشان يغزني بها ما اتباهمش خالص ولا يكنهم موجودين والناس اللي مريده بالهاوس بتاعه هو اونلاين وما اتكلمنيش اصلا هو اونلاين دلوقتي اصلا هو قفل من شوية اصلا هو كان مبارح مش اونلاين اصلا هو مش عارفة ده مرض حاول تتخلص من كل ده ما تقوليش انا مش هكلمه عشان ابايله ان انا متجاهل لا انت متكلموش عشان انت بيش هتكلمه مش عشان تبايله ان انت متجاهل ما تبايلوش اي حاجة اصلا ولا يكون اصلا في بالك انت متتكلمش وخلاص ما تدخلش ولو امكن انك تمسح كمان الشات وتمسح الرقم ده يبقى احسن كتير بس انا عارف ان الموضوع صعب شوية فاحنا نمسكها جده درجة درجة او سلمة سلمة وده ينقلنا على التاني حاجة وهو تمسح تمسح بقى اي حاجة متعلقة بالشخص ده اسم اس هو كان بيبعتها لك شاتات ارقام صور اي حاجة مخزنة جده على جنب جده صور جده بجوجل فوتو اي حاجة تمسح كل حاجة انا عارف ليه فيه ناس بتخلي الشاتات معها بالسنة والسنتين وده مسبب لك مشكلة لك انت هممكن يكون اصلا في الشخص التاني ده ناسيك اساسا وبش فاكرك اصلا وبش فاكر اصلا انت عددت من حياته انت كنت فترة وخلاص فانت ليه بمعاك شات او ليه بمعاك صور تسكرية او ليه بمعاك اي حاجة اصلا حاول تمسح كل حاجة اول بوك ممكن انا عارف الكلام ده صعب جدا وعارف الكلام ده بش يعني انت بتتكلم خلاص لكن الفعل صعب وانا جربت ده شخصيا بس والله او ما تمسحها هتحس بواجع قلب جدا شوية بس بعد جدا هتحس اللي انت تخلصت من حاجك يا تعالى كتفك او حاجة كان على قلبك وانت تخلصت منها مش هتلاقي حاجة ان انت ترجع لها عشان تفتكره تاني فده الواحده هيخليك تنساه ثالث حاجة وهي مهمة جدا للشباب عموما متعملش فيها شهر اصل هي بتعمل شل حاجات حزينة فان عايز ادخل لتطمن عليها اصل عيد مالدها هقرب وانا عايز اقول لها كل سنة وانت طيبة اصل شامل نسيم جيه وانا بتعود انا اقول لها كذا اصل مش عارف ايه جيه اصل عيد الاضحى اصل رمضان اصل مفوض متعود ملتعودش على اي حاجة ما تعملش اي حاجة ما تعملش فيها شهم انت بتقنع نفسك اللي انت بتعمل اي حاجة بس او اي تلكيك عشان توصل لها انسى الحوار ده لو انت رحت وعملت ان انت مفوض كنت بتتعود اللي انت تعمله وترفضت هيبشكلة كيف الاخر واحنا مش عايزين يبشكلنا جده فانت كبر وما تعملش فيها شهم هو خلاص نسيك او هي خلاص نسيتك فكبر رابع حاجة وده مجالنا طبعا تبقى عاد فاقمان اللي ما بتعملش اي حاجة خالص واللي هو قررت تتصور العالم كله بقى بس بتاع البطاطة وبتاع البطاطس وبتاع القوطة وراجل بتاع السباك كل الناس تنزل بقى تحت بيتها وبتاع النور يجي يخبط وكل الناس تجي يتخبط وانت بتصور رابع حاجة ودي لها علاقة اصلا بانشاء القناة اللي احنا عاملينها دي وهو طور نفسك طور نفسك في الصور طور نفسك ان انك تتعلم لغة solitary this طورن نفسك ان تarloح الجم طورن نفسك ان اتتعدل اكوانتات كلها واحنا طبعا عملنا فيديو حلو جدا ازاي التصور صور حلوه بالتريفون وتصور اكوانتاتك هتلاقيه هنا او هنا ويفيدك جدا مع الحاجات اللي احنا عمقلهاه المعنون لو كنت بتصور صور مش قدي حاول نزل برد فاقط حاول تصortforce حك ونزل تحديل ايدك هاش اكترا حاول تزبط اكاونتاتك كلها عموما حاول تروح الجم ويبقى جسمك حلو طبعا عشان يبقى الصغر بتاعتك حلوة حاول تطور اللغة بتاعتك حاول تطور حياتك عموما عشان يندم ان هو بعد احنا الفيديو ده مش عايزين ننسبس لا احنا عايزينه يندم ان هو بعد او تندم ان هي بعدت خمس حاجة ودي ليه علاقة بربع حاجة وطبعا انا عامل الفيديو ده عشان صاحبي وهو هيشوف الكلام ده وهو اصلا بيغلط في الحوار ده ان ما تورهاش التطور اللي انت اصلا بتتطوره اصلا انا بس هعمل لها بس لايك بس على صورة عشان تدخل تشوف ايه التطور اللي انا حصردي لا ملكش دعوة مترحش تعمل لايك مطرحش تعمل فلو بالغلط مترحش تعمل اي حاجة هي هتيجي وتشوف لازم هي هتيجي وتشوف بعد سنة سنتين خمسة عشرة اكيد الاكاون بتاعك هيقع في ايديها تاني او الاكاون بتاعك هيقع في ايديها تاني ويدخل وشوفك انت متعملش اي حاجة انت متعملش لايكات انت مش تعمل اي حاجة خالص مفهوم السادس حاجة هو اتعامل طبيعي اصلا هنزل صورة حزينة عشان ما تيجي تدخل جهة تتفرج عندي على الاكاونت لقيني اللي انا حزين فيمكن تدخل تكلمني او انا هنزل صورة مفرحة جدا وانا فرحان ومعبنات او عايش حياتي عشان هي تتغاز اكتر لا تعامل طبيعي جدا ملكش دعوة وما تحطهاش اصلا في دماغك هي تدخل انا ما تدخلش مشيل اصلا الحوار ده من دماغك خالص انت تعامل طبيعي شوف انت بتنزل ايه او بتعمل شير ايه واعمل الشير ده او نزل الحاجة انت بتنزلها لكن ما تحطش في دماغك كل حاجة انت بتنزلها اصلا ما تدخل تشوف الموضوع ده كاريسي ويخليك فعلا حرفان انت بتفكر فيها بس بتلاقيها غير مباشرة فانت ابعد عن كل الطرق مباشرة او غير مباشرة سبع حاجة وهي اخر حاجة مع انا النهاردة ما تضعفش اصلية جت سألتني على حاجة اصلية كلمتني مبارح اصلية عملتلي قصة لايك على حاجة فانا جدا هدخل اكلمها اصلية تعبانة اصلية جت سألتني على حاجة فانا جدا بالجر الكلام ما تضعفش افتكر كل حاجة حصلت بينك وبينها او بينك وبينها وهي بتمشي او القلم اللي انت حسيته وهي بتمشي وكانت ما عنداش اي احساس خالص اذا كانت بقى ماشية وغزبة عنها او ماشية برضاها افتكر كل ده فمجيش في الاخر تضعف وتقول هو غزبا عنها او غزبا عنه لا مش غزبا عنه فانت حاول ما تضعفش نهائيا اتعامل بطبيع جدا جت سألتك سؤال رد على السؤال وخلاص لكن انا بقى ايه هدخل تكلمني دلوقتي اصل مش عارف ايه ابيت عن كل ده تماما وما تضعفش واخر حاجة حابب اقولها انت كنز اللي قدرك ماشي اللي ما قدركش اعمله سكيب عادي جدا زي الاعلان اللي بيجي على اول الفيديو بتاع اليوتيوب وانت بتعمله سكيب اول ما يجيلك كلمة سكيب بتعمله سكيب فانت حاول تعمل سكيب لاي حد ما قدركش وحاجة مهمة جدا دي حياتك او دي حياتي انت تشوفي مين اللي عايزه يفضل موجود ومين اللي تعمله سكيب او يمشي و بس جدا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة لو عجبك موضية الفيديوهات دي بتاعت الحاجات تاعت الشباب يعني والكام ده اقول لنا ممكن نعمل سلسلة ونكمل فيها هو اول مرة اعمل حاجات جدا في الكراب بتاعتي يعني بس انا قلت ترامة لايف ستايل وفقا لازم ندخل في الحوارات دي و ايه رأيكو في السيتاب الجديد دي لمبة بعشرة جنيه يعني ايه رأيكو يعني في السيتاب الجديد ده بحاول اطور من المحتاجة اطور من الحاجات دي وطبعا لو انت شفت الفيديو ده او لقيت حد من صحابك واقع في نفس المشكلة طبعا ننشن وشير ولايك وسبسكرايب ومنسلساش تعمل فور الحاجات اللي هتظهر تحت هنا دي جدا عشان يجيلك اي اوب ديت في حياتي او تشوف نمازج للصور اللي هتعملها عشان تزبط الاكاونتات بتاعتك وتقول لي برضو لو في برضو افكار جديدة او حاجة مثلا انت عايز انام مثلا عليها فيديو برضو قول لنا وكام ده وشكرا جدا للتلات تلاف سبسكرايب اللي معمول اللي عندنا احنا دوقات يبدأ ان هو نكبر شوية وبدأ ان هو يبقى عندنا جمهور شوية طبعا هم مش جمهور طبعا عشان بحب الكورة شوية فابقول عليكم مهور يعني فشكرا جدا لكم انت اخواتي انت عظماء جدا و بس جدا دوسي كوتش سلام عليكم اشتركوا في القناة